تنتهي صباح الثلاثاء المهلة التي حددتها وزارة النقل لأصحاب التكسي لتعديل أجور عدداتهم استناداً إلى قرار هيئة تنظيم قطاع النقل العام والذي جاء انسجاماً مع قرار خفض أسعار المحروقات مطلع الشهر الجاري والذي بموجبه خفض أجرة النقل العشرة بالمئة أعدد من سائقي التكسي أكدوا رفض الأغلبية من زملائهم تعديل عددات مركباتهم بسبب إدعائهم بأنهم يواجهون أزمة مرورية خانقة في الشوارع العامة بسبب إزدياد السيارات معتبرين قرار تخفيض الأجور يلحق بهم الضرر نحن نسمع نفط عالمياً نازل كثير يجب أن نزلنا كمان ويراونا نزمة الشوارع أنا بعد على الأزمة ما في تكسب واجه مشكلة في أي طريق أنا بالنسبة لي عدلت ولكن تعديلت غير البنزين ما تعديلت العداد ما تأثر إشي يعني الفارق هو نفس الإشي يعني زمان كانت خل نحكي فل للسيارة البنزين 35 دينار حالياً صار الفل 20 دينار فرقت معك 15 دينار كبنزين كعداد شو فرقت معك؟ على الميت كيلو قرش كأنها على الميت متر قرش بس أصلاً بدون تعديل مش زابطة حلو يعني بالنسبة للتعديل على العداد يعني أنت شايف يعني كلها أزمات ومأزمات يعني ما بيفرق بالعشر دلنيا الليتر واحد اللي بيفرقوه منها يقدس تروح إذا كنت تضمان أنا أصلاً متضمنة بثلاثين متضمنة وفي غيري آه والله في غيري 25 و27 سائقون دعوا هيئة تنظيم قطاع النقل العام إلى العدول عن قرارها والرجوع إلى التعديل السابق أي قبل خفض أسعار النفط حتى لا يلحق بهم كثيراً من الضررات حازم السردي الحقيقة الدولية